اشتركوا في القناة اما بعد فحياكم الله الى هذا اللقاء المتجدد من قراءة كتاب احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام للحافظ المجتهد الفقيه تقي الدين ابن دقيق العيد وكنا قد شرعنا فيما مضى في قراءة باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود وتلونا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين ونصه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا أي وقعت هذه الواقعة ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا احسن غيره فعلمني فقال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة وفعل ذلك في صلاتك كلها انتهى الحديث وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وذكرنا أيضا القواعد العامة التي ذكرها الشارح في هذا المقام او في هذا الحديث وقلنا ان هذا الحديث مشهور في كتب الفقه بحديث المسيء صلاته وقلنا ونلخص ما ذكرناه حتى نكون على علم وذكر بما سيأتي ان هذا الحديث عده الفقهاء قاطبة هو الاصل في معرفة ما يجب وما لا يجب في الصلوات المفروضات قلنا بمعنى الاصل بمعنى ان ما جاء في هذا الحديث من افعال ومن اوامر هي الواجبات في الصلاة وما لم يرد فانه لا يكون واجبا لا يكون واجبا الا اللهم اذا جاء حديث اخر غير هذا الحديث بزيادة عمل هذا المقصود بالاصل اذا قلنا الاصل بمعنى هذا الحديث هو الذي يحتكم اليه يحتكم اليه الفقهاء في معرفة ما يجب وما لا يجب وذكر المؤلف كذلك يحتكمون الى هذا الحديث في اختلافهم فيما يحرم وما لا يحرم في الصلاة وقلنا سابقا ان المؤلف سيأتي الى امثلة او بيان امثلة لهذا الخلاف الذي وقع بين اهل العلم في بعض فرائض وواجبات الصلاة وهو ما سيذكره المؤلف في قوله رحمه الله تعالى الوجه الثالث من الكلام على الحديث قد تقدم انه قد يستدل حيث يراد نفي الوجوب بعدم الذكر في الحديث وقد فعلوا هذا في مسال وهذه احدى القواعد ان ما لم يذكر في الحديث في هذا الحديث يستدل به على عدم وجوبه فاورد المؤلف في هذا المقام امثلة على ذلك قال منها ان الاقامة غير واجبة اي الاقامة قبل الصلاة خلافا لمن قال بوجوبها من حيث انها لم تذكر في الحديث وقلنا ايضا ذكرنا سابقا ان هذا الحديث قد جمعه الحافظ ابن حجر بناء على نصيحة ابن ذقيق العيد فجمع طرقه هذا الطريق الذي نحن بصدده هو الطريق الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم وإلا فهناك زيادات صحيحة وردت بطرق صحيحة فاستدل من استدل من اهل الفقه على ان الاقامة غير واجبة لانها لم تذكر في الحديث قال وهذا على ما قررناه يحتاج الى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم اذا قلنا هذا الحديث اصل فمن قال بالوجوب من قال بالوجوب هو المطالب بالدليل قال فاذا اتى الخصم بدليل ننظر الى هذا الدليل هذا الامر هل هو امر هل يصح الحديث وهل هو امر يمكن حمله على الوجوب فاذا كان الامر كذلك قد رجح المؤلف سابقا انه يحمل على الوجوب انه يحمل على الوجوب قال وهذا على ما قررناه يحتاج الى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم وعلى انها غير مذكورة في جميع طرق هذا الحديث وقد ورد في بعض طرقه الامر بالاقامة ورد في بعض طرق هذا الحديث الامر بالاقامة لكن المؤلف لم يقف على صحته قال فان صح فقد عدم احد الشرطين الذين قررناهما والشرطين ان لا يرد حديث اخر يدل على وجوب فعل من الافعال فانه حينئذ يحمله رجح المؤلف انه يحمله على الوجوب او ان لا يرد من نفس هذا الطريق هذا الطريق هذا الحديث هذا الفعل قال فاذا صح يعني ما ورد في طريق من طرق هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاقامة قاد فقد عدم احد الشرطين الذين قررناهما فهذا مثال وهو الاقامة قال ومنها الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح الذي جاء بصيغ عد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ قبل الفاتحة ايضا لم يرد في هذا الحديث ولم يرد في طرق في احد طرقه ايضا الاول قال وردت الاقامة واحال ولم يقف المؤلف على صحته ولم يقف المؤلف على صحته والمحقق هاون ذكر نصه لكنني ما وقفت على صحته وهو اخرجه الترمذي قال قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته وتوضأ كما امرك الله ثم تشهد فاقم ثم تشهد فاقم اي فاقم الصلاة ايضا دعاء الاستفتاح لم يرد في طريق من طرق هذا الحديث وعدم ذكره في هذا المقام وقلنا ان المؤلف لهج في مواضع عده وما زال يذكرنا ان الوجوب لا يستفاد فقط من الصيغة من صيغة قوله صلى الله عليه وسلم كبر اركع ونحوه قال ليس من هذه الصيغة فقط لكن ايضا لان المقام مقام تعليم المقام مقام تعليم الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه فهذا يستدعي ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل كل ما يحتاج اليه من واجبات الصلاة فالوجوب يستفاد ايضا من هذا المقام قال وقد نقل او نقل بعض المتأخرين ممن لم يرسخ قدمه في الفقه ممن ينسب الى غير الشافعي ان الشافعي يقول بوجوبه وهذا غلط قطعا وقيل ولم يذكره بالاسم لكن لمح الى انه يعني لم لم يرسخ قدمه في الفقه وقيل ان المقصود هاهنا ابن رشد الفيلسوف ابن رشد الفيلسوف فانه زعم ان الامام الشافعي يقول بوجوب الاستفتاح بوجوب الاستفتاح لكن تأمل رد المؤلف قال وهذا خطأ قطع وهو كذلك فانه ليس ثم روايات عند الامام الشافع ولا رواية ضعيفة تقول بانه يقول بوجوب الاستفتاح فلذلك قطع المؤلف هاهنا بان ما نسبه الى الشافعي خطأ قطع قال فان لم ينقله غيره فالوهم منه اي من ابن رشد وان نقله غيره كالقاضي عياذ رحمه الله رحمة الله عليه ومن هو في الفقه من الفضلاء ومن هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم فالوهم منه لا منه يعني فالوهم يكون من القاضي عياذ واثنى في هذا المقام على القاضي عياذ قال اذا كان ممن لم يرسخ قدمه في الفقه من الرشد فاذا خطا قطعا فاذا كان نقله عن غيره عن القاضي عياذ فالوهم يكون من القاضي عياذ فاذا ايضا دعاء الاستفتاح احتكم المؤلف ها هنا الى هذا الحديث الى حديث المسيء صلاته حيث لم يرد في طريق من طرقه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاستفتاح ان النبي لم يأمره صلى الله عليه وسلم بالاستفتاح والثالث او الفعل الثالث قال استدلال ومنها استدلال بعض المالكية به اي بهذا الحديث على عدم وجوب التشهد بما ذكرناه من عدم الذكر لانه لم يذكر في الحديث ثم وجه كلامه لهؤلاء المالكية ولبعض المالكية قال ولم يتعرض هذا المستدل للسلام لان للحنفية ان يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه والمادة واحدة بمعنى ان الدليل واحد والمقام واحد بعض المالكية استدل على عدم وجوب التشهد لانه لم يرد في هذا الحديث ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته التشهد فقالوا بانه غير واجب فاعترض المؤلف ها هنا وقال اذا فللحنفية ايضا ان يستدلوا ان السلام غير واجب والحنفية يقولون السلام غير واجب ايضا بناء على هذا المقام وهو انه لم يذكر في هذا الحديث فقال مع ان المادة واحدة مع ان المادة واحدة ولعلكم تتذكروا ان المؤلف ذكر او كان من وصاياه او من يعني مما نصح به الناظر والمناظر والمحقق قال ان لا يتثعلب نظره بمعنى ان يسير على منهج واحد اذا سرت على منهج واحد لا بد وان تقضي بهذا المنهج لك او عليك فاذا جئت في هذا المقام واستشهدت بعدم وجوب التشهد لانه لم يذكر فانه حينئذ يحق للحنفية ان يقول كذلك بعدم وجوب السلام لانه لم يذكر في الحديث ثم اورد استدراكا فقال الا ان يريد ان الدليل وعندي في نسخته المعارض لوجوب السلام اقوى من الدليل على عدم وجوبه واظن واظن ان هذه الكلمة اما ان تكون خطأا او تصحيفا المعارض فان الكلام لا يستقيم معها لانه الان اراد ان يعتذر قال الا اذا اعتذر هؤلاء المالكية بان الدليل الدال هكذا يستقيم الكلام وسأبين لما رجحت هذه الكلمة الا ان يريد يعني هؤلاء المالكية ان الدليل الدال لوجوب السلام اقوى من الدليل على عدم وجوبه بناء على انه لم يذكر في هذا الحديث اما المعارض فوالله ما وجدت لها مخرجا والذي جعلني ارجح قوله ان الدال ان الصنعاني الصنعاني له حاشية على هذا الكتاب له حاشية على هذا الكتاب في المتن وجدت كلمة المعارض لكن حين شرحها الصنعاني قال بمعنى ان الدليل الذي دل على وجوب السلام اقوى فتبين ان هذه الفتاة فمما يعني تبين لي ان هذه الكلمة اما ان تكون تصحيفا او خطأ او خطعا فاذا ما لا الا ان يريد هذا المستدل فيقول لا الدليل الذي دل على وجوب السلام والمالكية يقولون بوجوب السلام دليل خارجي هو اقوى من الدليل على عدم وجوبه لانه لم يذكر في هذا الحديث فقدموه لهذا الاعتبار اذا اختلف المقام ها هنا قالوا عدم وجوب التشهد لانه لم يذكر في الحديث اعترض عليهم بالسلام قالوا السلام الدليل الذي جاء الذي دل على عدم وجوبه وهذه قرينة هو اقوى من هذا الدليل على عدم ذكره في هذا الحديث قال فلذلك تركه بخلاف التشهد ثم حرر المصنف او اورد تحريرا في هذا المقام لان المقام مقام موازنة ومقام ترجيح قال لان المالك يفرق قالوا التشهد غير واجب لم يذكر والسلام واجب السلام واجب عندهم والحنفية يقولون بعدم الوجوب والحنفية يقولون بعدم الوجوب فكان ينبغي ان يكون النظر واحدا والميزان واحدا لكنهم يعني اورد المؤلف على لسانهم ان الدليل الذي دل على وجوب السلام اقوى من الدليل الذي دل على عدم وجوبه لعدم ذكره في هذا الحديث فقال هذا التقرير يحتاج منا الى امرين احدهما ان دليل ايجاب التشهد هو الامر وهو ارجح مما ذكرناه صحيح الدليل الذي ورد وهو في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد كما يعلمه القرآن وفي رواية انه فرض عليهم فيقول ايجاب التشهد هذا امر جاء بصيغة الامر وهو ارجح مما ذكرناه كونه لم يذكر لكن ثم قاعدة انه لو جاء بزيادة من حديث اخر زيادة الثقة واجبه واجب الاخذ بها وما ورد بوجوب التشهد صح عنه صلى الله عليه وسلم وجاء بصيغة الامر فينبغي ان يقدم وبالجملة فله اي لهذا المالكي او هؤلاء المالكية ان يناظر على الفرق بين الرجحانين لان النظر ها هنا اختلف وهذا الذي حذر منه المؤلف فيما سبق قال لا ينقلب نظره ورواية يعني في بعض النسخ لا يتثعلب نظره قال فله ان يناظر على الفرق بين الرجحانين ويمهد عذره ويبقى النظر ثمة فيما يقال الثاني ان دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجع فان الدلالة امر يرجع الى اللفظ او الى امر لو جرد النظر اليه لثبت الحكم وذلك لا ينفي وجود المعارضة نعم لو استدل بلفظ يحتمل امرين على السواء لكانت الدلالة منتفية وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح والأولى أن يستعمل في دلالة الفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول وسأذكره ومن ادعى المعارضة الراجحة فعليه البيان وهذا تنبيه جيد لأنه قد يرد الأمر قد يرد الأمر لصيغة أمر لكن على المناظر على المناظر والناظر أن يبحث عن المعارض عن القرين التي تصرف فأحياناً ربما وجد معارض أو قرين تصرف ظاهر الأمر تصرف ظاهر الأمر فإذاً مجرد وجود الأمر لا يعني ذلك منع المعارض الراجح فالأمر يرجع إلى اللفظ والمعارض الراجح أو القرائل التي تصرف ظاهر الأمر هذه أمر خارجي يحتاج من الفقيه أو من الناظر أن يبحث وأن ينقب ثم يرجح هل هذه القرينة أو هذا العارض يقوى على صرف دلالة الأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة قال نعم لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء لكانت الدلالة منتفية إذا جاء دليل واحتمل الأمرين الوجوب أو الندب صحيح يتوقف هنا ويكون من قبيل المشترك قال وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح والأولى أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان فالدليل إما أن يطلق على ما دل على مدلوله لأن الدليل إذا طابق مدلوله أضحى دليلا صحيحا وجاء الثمرته أو أن يدل الدليل على مدلوله لكن يوجد معارض له فينبغي النظر إلى هذا المعارض وهذه القراء وكل الأمرين يسميان دليل هذا دليل وهذا دليل يعني سواء كان طابق مدلوله ولم يوجد له معارض أو طابق مدلوله مع وجود العارض وكأن المؤلف يقول والأولى أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب وسن الطريق الأول بمعنى الدليل الذي يطابق مدلوله مع عدم وجود المعارض الراجح هذا الأولى والأصوب إذا قلنا الدليل الذي يطابق مدلوله مع عدم وجود المعارض هذا الذي أميل إليه ولو رجعت إلى كتاب الصنعاني قال هذه العبارة فيها ركاكة فيها ارتباك وهو صحيح العبارة فيها ارتباك ثم وجهها وجهة ما وجدته أني أميل إليها لكن الذي أميل إليه في هذا المقام أنه أراد أهم به قال الدليل دليلا الدليل إما أن يطابق مدلوله مع عدم وجود المعارض الراجع مع عدم وجود المعارض الذي يصرفه عن ظاهره أو أن يطابق مدلوله مع وجود المعارض الراجع والأولى في إطلاق الكتاب والسنة هو الأول أي الدليل الذي يطابق مدلوله مع عدم وجود المعارض قال ومن ادعى المعارض فهو الذي عليه البيان يعني من قال ثم معارض لهذا الحديث هو المطالب ببيان هذا المعارض الذي اعترض هذا الدليل وهذا الذي كماذا ولو رجعتم إلى حاشية الصنعان لوجدتم توجيها آخرا كأني لم أجده على الصوادي والله تعالى الوجه الرابع وستأتي مسألة أصولية لطيفة في هذا المقام لمحد الأصول وأعرف أن كثيرا من متابعي هذه الدروس ممن له أنس وله شغف بهذا العلم وهو علم أصول الفقه وهذا ما حملني حقيقة في اختيار هذا الكتاب لدراسته وتدريسه قال الوجه الرابع من الكلام على الحديث استدل بقوله صلى الله عليه وسلم فكبر على وجوب التكبير بعينه بمعنى أن يقول الله أكبر إذا قلت كبر بمعنى الله أكبر قال وأبو حنيفة يخالف فيه ويقول إذا أتى بما يقتضي التعظيم كفاه كقولك كقوله الله أجل أو الله عظيم فإنه يكفي كل ما دل على تعظيم صحت به الصلاة وصح به التكبير قال وهذا الذي قاله أبو حنيفة نظر إلى المعنى واستنباط بمعنى نظر أن المقصود المقام مقام تعظيم لله عز وجل وتعظيم الله عز وجل يأتي بألفاظ كثيرة الله عظيم الله كبير الله أكبر الله أجل فإذا كان المعنى يؤدي صحة صحت به الصلاة قال وهذا نظر منه إلى المعنى وأن المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه وغيره وهم الجمهور اتبع اللفظة وجمورها للعلم قالوا أن المقام مقام تعبد ولا تجزئ كلمة أخرى اللهم إلا إذا كان لا يستطيع النطق بها لكن ما يبدل لغضة مكان أخرى قال وظاهره تعيين التكبير والمؤلف مال إلى قول الجمهور ثم أيده بوجهين أيده بالدليل ثم أيده بالمعنى أيضا فقال ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات ويكثر فيها فالاحتياط فيها الاتباع على خلاف المعاملات فهذا المقام مقام عبادة ومقام العبادة الألفاظ أغلبها تعبديه فإذا كان الأمر كذلك ينبغي اتباع ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من هذا اللغ وهو قولنا الله أكبر ولا تستبدل بكلمة أخرى فإذا هذا الدليل من حيث من حيث النص ثم أيد هذا أيضا من حيث المعنى أو من حيث التعديل قال وأيضا فالخصوص قد يكون مطلوبا أعني خصوص التعظيم بلفظ الله أكبر قال وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلفة كما تدل عليه الأحاديث فقد لا يتأكى برتبة ما يقصد من أخرى ولا يعارض هذا أن يكون أصل المعنى مفهوما فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل كما أننا نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع ولو أقام مقامه خضوعا آخر لم يكتف به ويتأيد هذا باستمرار عمل الأمة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة أعني الله أكبر أيده من حيث الدليل ثم أيده من حيث التعليل من حيث المعنى قال خصوص التعظيم مطلوب في هذه الصلاة وذلك لأنك لو تأملت في رتب أذكار الصلاة لو وجدتها أنها مختلفة فما تقوله في الركوع غير ما تقوله في السجود غير ما تقوله في الجلسة بين السجدتين غير ما تقوله في التشهد غير ما تقوله حين القيام من الركوع فهذه رتب مختلفة وفي كل رتبة من هذه الرتب ذكر خاص به هذا من حيث المعنى قال ولا يعارض هذا أن يكون أصل المعنى مفهوما إذا رتب الله تعالى إذا رتب رسوله صلى الله عليه وسلم في كل مقام بذكر معين دل ذلك على أن كل رتبة أو كل ركن أو كل فعل من أفعال الصلاة له ذكر خاص لا يجوز تجاوزه وتعديه قال ولا يعارض هذا أن يكون أصل المعنى مفهوما فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل كما أننا نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب إذن هذا المقام مقام تعظيم للرب عز وجل لو أقام مقامه خضوعا آخر لم يكتف به فلذلك في ركوعك تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فإذن هذا أيضا توجيه أو ترجيح آخر لمذهب الجمهور من حيث المعنى والتعليل ثم ختمه أيضا باستمرار عمل سلف الأمة على ذكر أو على الاستفتاح بالتكبير دون غيره من الأذكار قال ويتأيد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة بهذه اللغضة أعني الله أكبر ثم أصل وذكرنا فيما سبقنا أن التأصيل المقصود به إرجاع الفرع إلى أصله فرع فقه ترجعه إلى أصله الذي أخذ منه وبه يتبين صحة هذا الأصل من الأصول هي التي تبين صحة هذا الفرع هل خرج من أصل صحيح؟ إذا خرج من أصل صحيح قبلناه وإذا خرج من أصل فيه نظر أو أصل فاسد أرد فلذلك ها هنا أصل المؤلف هذا الفرع وهو استبدال أي لفظة من ألفاظ التعظيم واستبدالها عن لفظة الله أكبر فقال وأيضا فقد اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص فهي باطلة كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص فهي باطلة يعني قوله بالتخصيص فيه تسامح وهذه قاعدة أصولية تذكر في باب القياس في شروط العلة فيشترطون في العلة قالوا إذا استنبطت العلة من شرطها أن لا تعود إلى الأصل الذي استنبطت منه فتبطله ليش؟ قالوا العلة فرع والفرع من شأنه أن يكون أن يكون أضعف بكثير من الأصل فكيف تتصلط بهذا الفرع على الأصل فتبطله أما التخصيص فسأته ومن أمثلتها المشهورة التي يذكرها أهل الأصل هذا مثال لكن لعلي أقدم أيضا بمثال يعني يذكره أهل الأصل قوله صلى الله عليه وسلم في كل أربعين شات شات فجاء الحنفية في هذا الحديث فنظروا إلى المعنى قالوا المعنى من الزكاة هي سد حاجة الفقراء سد حاجة الفقراء فلذلك يقوم مقام الشات قيمة كم قيمة الشات ثلاثمائة أربعمائة رعا إذا عنده أربعين شات يخرج خمسمائة ريال فيزكي بها عن هذه الأربعين فرد عليهم الجمهور وهذا مثال نظر قالوا هذه علة مستنبطة تسلطت على النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم شات بالإبطال لأنك إذا قلت أن القيمة تجزئ معنى ذلك أنك أبطلت الشات فصارت غير مجزئة نقول خرج خمسمائة ريال فأخرج خمسمائة ريال معنى أنك أبطلت هذا النص بهذه العلة المستنبطة فرد لهذا الاعتبار نعم لو رجعت إلى كتب الأصول فإن بعضهم قد ضعف هذا المثال لكن في كل الأحوال المقصود بالأمثلة تقريبها للأذهان العلة إذا استنبطت وعادت على الأصل بالإبطال بطرت ترد من هذا من شروط العلة وها هنا كذلك لأنه إذا استنبط قيل المعنى التعظيم فإذا قال الله أجل إذا قال الله أجل أو الله عظيم أو نحوها معنى ذلك أن هذه العلة التي استنبطتها عادت على هذا النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم فكبر بالإبطال فأبطلتها فلذلك كان هذا التخريج ضعيفا أو باطلا لهذا الاعتبار أما قول المؤلف أو التخصيص إذا عادت العلة المستنبطة على الأصل بالتخصيص فهذا موضع نزاع والأمر فيها هين نعم إذا أبطلتها هذه ترد وفيما أعلم بالاتفاق لكن إذا عادت على الأصل بالتخصيص هذا موضع نزاع ومثالها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فمن تلقاه منهم فله الخيار أي تلقي الركبان ما يجوز أن يتلقى الركبان على ضواحي المدينة فيشتري منهم فيغرر به لأنه ربما إذا دخل إلى أسواق المدينة وجد أن السعر أفضل فها هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجالب الخيار مطلقا إذا رجع إلى أسواق المدينة له أن يرجع في البيع فيسترد المبيع ويرد الثمن لكن بعض أهل العلم قالوا ها هنا المعنى من النهي هو وقوع الغرر والضرر على الجالب أو على هذا التاجر الجالب فإذا باعه أو اشترى منه بسعر السوق فلا خيار له الحديث له الخيار مطلقا لكن ها هنا خص الخيار لهذا الجالب قال إذا باعه إذا اشترى منه بسعر السوق فلا خيار له ويبقى الخيار له إذا وجد إذا وجد الغبن إذا وجد أنه غبن له أن يعود أن يعود إلى من اشترى منه فيعيد له الثمن ويأخذ السلعة فها هنا هذا معنى مستنبط عاد على الأصل لكن بالتخصيص بمعنى جعل الخيار في موضع دون موضع فقوله أو التخصيص فهي باطلة قلنا فيها تسامح لأن فيها خلاف بين أهل العلم بعضهم يرده وبعضهم يقول لا التخصيص أمره هاي ولعلي أيضا أذكر في هذا المقام والله ما حررت لكن لمحبي الأصول تنبيه طيب للزركشي لكني ما حررته نبهة قال ترى هذه المسألة هذه المسألة التي نحن بصددها وهي منع عود منع عود العلة المستنبط على الأصل بالتخصيص هي غير تخصيص العموم بالقياس فهما مسألتان مستقلتان ولعلي أبحث فيها وتبحثون كذلك أنتم فيها لنبادي النظر علة مستنبط تعود على الأصل بالتخصيص إذن هذا هو من قبيل تخصيص العموم بالقياس قال لا قال توهم البعض فيما يظهر أن بعض العلماء توهم أنهما بمعنى واحد قال ترى هاتان مسألتان مستقلتان وتحتاج منك إلى متابعة وإلى نظر قال الوجه الخامس قوله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن يدل على وجوب القراءة في الصلاة القراءة مطلقة ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير معينة وهذا قول أيضا الحنفية فإن الحنفية قد استدلوا على أن الفاتحة ليست بفرض في الصلاة هي واجبة لكنها ليست بفرض واستدلوا بهذا وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والمقام مقام تعليم كما ذكرنا آنفا قالوا قال صلى الله عليه وسلم ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن قال ووجه الاستدلال ظاهر ما تيسر من القرآن كاملا أي آية قرأت أجزأتك فإنه إذا تيسر غير الفاتحة وقرأه فقارئه يكون ممتثلا كبر فقرأ قل هو الله أحد نقول قرأ ما تيسر منه كبر وقرأ آية من سورة البقرة نقول قرأ ما تيسر منه فيخرج بذلك عن العهد والجمهور يحتاجون إلى الجواب عن هذا الحديث قال والذين عينوا الفاتحة للوجوب وهم الفقهاء الأربعة إلا أن أبا حنيفة منهم على ما نقل عنه جعلها واجبة وليست بفرض وأيضا كلا قوله الأيم الأربعة فيه تسامح لأن الجمهور أبو المالك والشافي وأحمد يقولون بأنها ركن في الصلاة هي واجب صحيح بناء على أنهم لا يفرقون بين الفرض بين الفرض والواجب في حيث الجملة فيقولون أنها فرض لا تصح الصلاة بدونها وأبو حنيفة يقول بأنها سنة مؤكدة أو واجب تصح الصلاة بدونها بمعنى إذا قرأ ما تيسر أجزاءته قال بناء على أصله في الفرق بين الفرض والواجب وأظنها مسألة مشهورة يعني معروفة عند أهل العلم حتى عند شادي هذا العلم أن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب فما كان دليله قطعيا يسمونه فردا وما كان دليله ظنيا يسمونه واجبا والجمهور لا يفرقون وما رد الخلاف كما قيل أن الخلاف لفظي خلاف لفظي لأنه حتى الجمهور يعني يقسمون درجات الوجوب فما كان وجوبه آكد هو ما ثبت بالدليل القطعي وما كان وجوبه دونه في التأكيد هو ما ثبت بدليل ظني فالخلاف خلاف لفظي وليس بخلاف حقيقي وكذلك من المعلوم أن الجمهور كذلك لا سيما عند الشافعية والحنابلة فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب في بعض العبادات الصلاة على سبيل المثال عند الحنابلة هناك أفعال واجبة وأفعال هي يعني في رتبة الفرض وكذلك في الحج فيفرقون في بعض الأركان على كل قال بناء على أصله في الفرق بين الفرض والواجب اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث وذكر فيه طرق بمعنى أن هذا الحديث هو دليل لا شك دليل للحنفية فاحتاج الجمهور إلى الجواب عن هذا الحديث ولعلنا إن شاء الله تعالى نقف على أجوبة الجمهور عن هذا الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر